فعلا أنه في المدة الأخيرة معناتها لحقيقة كثير برشة الكلام على اللجنة التوسية تحاليل مالية الكتاف نحن نقوله من الفرنسا ويعطيناها ربما نفوث وصلاحيات اللي هي ما تتمتعش بيوم لا بمقتضى القانون لا بمقتضى الأعراف الدولية النافذة معناتها الموجود المعايير الدولية والقال ما هي اللجنة سيطة حالي المالية وماذا تعني؟ الموضوع متع اللجنة يتعلق فحسب بمسألة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقط لأنه ثم خلط كبير اليوم فيما يتعلق بالجريمة هذه متع غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب وكل ما عنده علاقة بالمال يعني الجريمة الديوانية جريمة الصرف الجريمة الجيبائية هذوم الكل فم خلط في الأذهان مع جرائم ولا جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجريمتين هذوم يقول قايل علاش أحدثنا لجنة وسيطة حالي المالية واللي هي خليط معالجة تصريح تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب علاش الجريمة هذه بالذات ما يتعهدش بها القضاء الوقف البركي الميسير البيبليك النيابة العمومية كما جريمة السرقة كما جريمة الديخار في التجار في المخدرات التجار في الأسلحة المفروض القانون معناته يقاهل النيابة العمومية بيش تخذ على عطقها معالجة مثل هذه الجرائم هكو ليه